المجال الثاني في استقلال أن يجاعره للعرض خليفة فلابد دائم أحسن الإنسان التصرف في هذا الجانبين وهذه هي تزكية وهذا المقصود بها إذا أمل الإنسان ذلك ولمجعه من أولوياته كان سفيا ولمرى من أولوي بالناس عريبا كان أقصر قادرين على التمام وإذا بالغ فيه حتى كان ذلك تعطيلا للجانب والجوانب الأخرى فمس ذلك من جانب العقل أي من الإيمان فنقص إيمانه لا فاعدة بذلك فهو مذابة المقاتل الذي أخذ غريمة كبيرة ضمقت له ما فاعدة الغنيم كما قال الحكيم وليس يحمد من جلت غريمته إلا إذا مع ما قد ناله سلم ثم بعد ذلك أيضا إذا كانت تسكية الروحية على حساب جانب الإسلام جانب البدن فكان فيها نقص في الالتزام وقوع في بعض المنهيات ترك بعض الواجبات أو نحب ذلك هذه ما بائد لا بائد لا بائد فليذلك لا بد فيها من التوازن بحيث تضمن هذه العناصر الثلاثة مستقيمة تامة روح الإنسان قابلة لكثير من التطور وأنما وقابلة أيضا للبقاء كاروح الطفل الصغير الطفل الصغير ينشأ معلقا بالرضاع فهو يريد أن يرتضع ذدي أمه وإذا فقد ذلك بكى لكنه يفطر فيعود على ذلك وهكذا النفس كما قال البوصري ونفسك الطفل إن تهمله شبع لاحب الرضاع وإن تفضمه ينفض منه فالنفس الإنسان لديها كثير من النوازع والشهوات والأمور التي تركنوا إليها وتريدها فإذا تركت وما أرادت كل ما استهيت اشتريت فإنها ستهي بالإنسان في محاول الرضاع وإن سيكون متبعا لهواه فليكون إله هو هوه وهذا أضل الناس ومن أضل من اتبع هواه بأيدي وذن من الله فيحتاج الإنسان إلى جناية مهان وتربية لها وتسكية هذه التربية والتسكية في تاريخ الأمة اشتغل بها أقوام وأنتج لنا نتاجا كبيرا وتراثا كبيرا هذا التراث لا يمكن أن نأخذه بحذافيره وكل ما فيه لأنه إنتاج بشري في الصواب وفي الخط ولا يمكن أن نرفضه بحذافيره لأنه نتاج مهم كبير فلنقص هذا الانتاج وهذا التراث فيما يتعلق بالتسكية والتربية الروحية بعلم الضب سيموته لمسل إلى شيء مما وصلوا له فلذلك لابد أن نأخذ هذا التراث بعين الاتباع وأن نمحصه فنأخذ من الشيء النافع لنا وأن نجو من ما سواه ولا يكون ذلك إلا بالعلم الدقيق والفهم العميق وبعد ذلك باحترام الآخرين فأول التسكية وأول التربية أن تعرف نفسك فإذا عرفت نفسك عرفت أنك الذي تستحق كل نقص وكل طعن وأن ما سواك قد يكون خيرا منك بما لا يعلمه إلا الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم فنظرنا إلى هذه التسكية سنجد أنها في الأصل قسمها إلى تخلية وتحليل والتخلي سابق على التحليل تخليته سابقة على التحليل لأن الأجرب أو المريض إذا وضع له الطلاب على المرض ولم يزن عمر المرض لا فائدة من ذلك لن ينتفع تجبنا إلى تنظيف للزرع ثم بعد ذلك يأتي المرهب فالتخلية سابقة على التحليل والتخلية هي تطهير للنفس من أمرين الأمر الأول أمراض القلوب بعد فحصها وترتيبها ومعرفة خطورتها والأمر الثاني الأحلاق الذميمة التي تفسد الفطرة فالإنسان في هذه الدار له خمسة أعمار العمر الأول كان في عالم الذر عندما مسح الله أهرى بنا آدم ببطن الأعمار بيمينه فأخرج منه ذرية فقال آدم وإي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية فقال آدم وإي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم قالوا بلا قال ها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وباشرهم فأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبد الشيطان لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عضب مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم هذا العمر الأول لم يبقى معنا منه إلا أمرانه الأمر الأول التعارف وقد حصل بيننا تعارفهم في ذلك العالم لأننا جمعناه في الصعيد واحد الأولون والآخرون اجتمعوا به وهذا التعارف باقي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرواح جنود مجلدة ما تعارف منها ائتلف وما تراكر منها اختلف ترى وجها ليس لك به سابقة معرفة لا تتفاهم معه باللغة لكن تهيد نفسك مجذبة إليه كأنك رأيته من قبله كأنه عاش معك فترتنا تتذكر سبقا كانت بينكما رفقتنا العلاقة هذا من هذا التعارف الذي كان في عالم النار بالأمر الثاني فطرة التي فطر الله الناس وعليه فنحن جميعا مفتورنا على أننا عبيد وأننا محتاجون إلى رب ودين وأننا مفتقنون إليه هذا بأصل فطرة لو أن إنسانا ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم ولا مرشن وبلغ الحلم فإنه سيرحظ عن شيء يعبده إن هدي إلى عبادة الله عبده وإلا عبد حجرنا وشجرنا وغير ذلك لأنه بقي معهم للفطرة أنه عبد وأنه محتاج إلى رب وأنه محتاج إلى دين هذا أصل الفطرة هذه الفطرة فطرنا علىها جميعا جميع البشر كفارهم وفساقهم وهجارهم ومنافقهم ومصارحهم كلهم في الأصل في هذه الفطرة لكن هذه الفطرة تفسد ومصيداتها ذرانا المصيد الأول الكبر فالتكبر يفسد الفطرة بالكلية ولذلك فإن فرعون بسبب كبره قال أنا ربكم الأعلى وهو يعلم أنه ليس هو الذي خلق السماوات والأرض قطعا ولذلك يقول يا همان رب لي لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إله إله موسى وإني لأظنه كاربا لكن فسدت فطرته بسبب الكبر ولذلك يقول وأنا ربكم الأعلى والآن في الفطرة بالكلية الأمر الثاني مفسد الثاني الغناد والعناد طبيعة في بعض البشر يسمعون الخير فلا يقبلون يسمعون الحق فلا يقبلونه ويرون الأمور التي لا تقبل النقاش مع ذلك لديهم رغبة من نقاش فيها هذا النوع من البشر مفطورون على الغناد تغلب عليهم الغناد فأفسد فطرته كبري إسرائيل بنو إسرائيل فسدت فطرته بسبب العناد لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة كان بالإمكان أن يمتثلوا بذبح أي بقرة كبيرة صغيرة ذكر أنثى بأجلهم من ذلوه لكنهم أجل العناد فبقوا يسألون 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 عن التحديد حتى حددت لهم بقرة بعينها كلفتهم تكاريف باهظة فذبحوها وما كادوا يفعلون ولذلك لما خرجوا من البحر وإجاهم الله وفلق لهم البحر بضرب موسى إياه ورأوا الماء كالجبال الراسية كل بقي كالطوض العظيم ورأوا طرقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وخرجوا منها يمشون ورأوا كيب أهلك عدوهم على علين وأنتم تنظروا بعد ذلك يقولون يا مسجد علنا إلها كما لغمالها سبب ذلك العناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم قل من معلومات ولذلك رفع الله وفوقهم نتقى الله وفوقهم الجبلك الظل وقروا رسينا ورأوا من الآيات والمعجزات على إليه ورسولهم الشيء الكثير موسى عليه السلام قال يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليه وعيسى بن مريم الذي رأوه ولد من غير أبي ورأوه يتكلمه في المهدي يوم ولادته ورأوه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طائرا بأن الله ورأوه يبلغ الأكمه والأبرص ورأوه يحيي الوتابة لله مع ذلك تألبوا عليه وحاولوا قتله وصلبه وآذوه من أنواع الأبي لأنه ما رأينا المسد الثالث من مستدات الفطرة هو التقليد والتقليد تعريفه الوصولي أنه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله لكن تعريفه لداء التسكية والتربية أنه متابعة الغيري أن تجعل سمامك في يد غيره وتكون مقادرنا هذا الغير ذراء تقسام تقليد ذراء تقسام تقليد الآباء والأجداد وهذا حجة مكذب الرسول الهمية إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون كل مكذب الرسول قالوا ذلك كل ذلك قال الله تعالى أتواصوا به بل هو قولوا طعوهم ما كان ملوكا لدى الآباء والأجداد يقلدونه ثم النوع الثاني من أنواع التقليد تقليد الزعماء سواء كانت زعامتهم زعامة دينية أو دونية ويئة زمانية فكثير من الناس يقلد الرؤساء والبلوك وهم تباعوا لهم فاستخفقوا ملوكا طاعون إنهم كانوا قوموا بأسك هذا التقليد أيضا مستد للفطرة ولذلك تسمعونهم عند تملقهم ونفاقهم يصفون الزعيم بأوصاف يعرفون كذبها وطلانها والزعيم يعرف أنها كذب ولكن فسدت الفطرة فأدت بهم إلى هذا القسم الثالث تقليد النظرة فكثير من الشباب الآن يبعلون أمورا مستهجنة مستقرحة وما حملهم إليها إلا تقليد وبرائه حلقات في الشعر لبسات لباس معين ألوان معينة حتى شرب الدخان مثلا ما فائدت وليس حلو حلو الطعم ولا نافع للبدن ولا حسنا رائحة لماذا يشربه الشاب مجرد تقليد ثم أصبح وذلك إدمانا لكن أصل الوقوع فيها جرد تقليد فهذا التقليد يفسد الفطرة هذه الفطرة إذن بقية معلامة من العمر الأول العمر الثاني هو عمر التكريف الذي نحن فيه العمر الثالث العمر المرحلي برزق بين الحياة والدنيا والآخرة والعمر الرابع عمر القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين فوق السائر ليس في اتجاعهم ولا جلوسهم وفي اتكاء يوم يقوم الناس لرب العالمين وإن يوما عند ربك كألف سنتين مات العمر الخامس هو الأبلي والصرلي وإما في جنة وإما في ناع وأمراض القلوب التي نحتاج إلى علاجها والتزكية منها وكذلك الأخلاق الذميمة المخالفة الفطرة التي يكتسئها الإنسان إما بعدوى من بعض من يخالطهم أو بنحب ذلك اختلفت فيها اختلفت فيها التزكية هل هي أصل في الإنسان أو هي عارضة هل الأصل في الإنسان أن يكون بقيلا هل الأصل في الإنسان أن يكون غضوبا هل الأصل في الإنسان أن يكون مرائيا مسمعا هل الأصل في الإنسان أن يكون متكبرا معجبا بنفسه هل الأصل في الإنسان أن يكون محبا للدنيا هذا محمد خلاف قالت طائبة الأصل فيه وجود ذلك وهذا رأي الإمام رازال ودليله أن الله سبحانه وتعالى شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مستضع في بني سعد عند حريمة وانتزعت منه المطرة السوداء ووصل قلبه قال وبعد ذلك أيضا عند المعراج شق صدره مرة أخرى وحشية دورا وإيمانا ووصل بزمزل قال إن كان أحد ينجو من هذه الأمراض ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وزعت منه المطرة السوداء يقول ذلك على أن هذا أصل في الإسلام وبقية أهل التربية والتزكية يقولون لا الأصل في الإسلام السلامة من أمراض القلوب وإنما يبتلى بها ويصاب بعد ذلك لأن الأصل فيه الفطرة ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ملود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يحبدانه أو ينصرانه أو يمجلسانه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحدا لله ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة الجبعاء فهل ترى فيها من جدعاء فهل ترى فيها البهائم من جدعاء المقطوعة العضو أو هل ترى فيها من جدع أي قطع عند ملاد أتراف المهيمة الواحدة من جدع عند بلادها وأيضا فإن الله قال فطرة الله التي بطر الناس عليها لا تنجيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم والذي أراه الجمع بين الدليلين ويتولد لنا قوله ذالهم ليس ما ذهب إليه غسالي وليس ما ذهب إليه جمهور للتولية ما هو هذا القول الذي أراه هو أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب والأصل فيه قابليتها فالأصل أنه قابل لأن يصاب من أمراض القلوب والذي نزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب ولم تسبق عليه قط وإن من تزعت منه قابليةها ودللنا على هذا أن الإنسان الأصل به السلامة من أمراض البدن الأصل به السلامة من السلطان الأصل به السلامة من البشر الكلوي الأصل به السلامة من الداء السكري الأصل به السلامة من أمراض البدن لكنه قابل لها جميعا بذن به قابلية الإصابة بهذه الأمراض كذلك القلب الأصل به السلامة من هذه الأمراض به قابلية لها وهذا للي يجمعه بين الدليلين لكن عموما الغزالي يرأى أن علاج أمراض القلو فرض عيني من الفرائض وأنه مقدم على جميع فروض الكبايات أنه فرض عين لأنه يرى أن كل إنسان مصاب بهذه الأمراض بخلقته والجمهور يرون أن المصاب بها يكون علاجها بحقه فرض عيني وما سوى ذلك لا يجب عليه الإلاج منه والحافظة المحجرة كان في فتح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله للوجوب في أمراض القلوب ولمنذبه في أمراض البدن وهذا الذي قاله الحافظة لأن أمراض البدن منها ما يجب الإلاج منه أيضا كما يخشى منه الهلاك أو بغض الأحدى الحواس ومنها ما لا يجب الإلاج منه وكذلك أمراض القلوب نعم هي متفاوتة ودرجات عظيمة فرق شاسة بينها فقد يكون الإنسان لديه جزء قليل جدا من مرض من أمراض القلوب وقد يكون آخر لديه أضعاف أضعاف ذلك ولنذكر مثلا الكبر الكبر مرض كبير من أمراض القلوب لكن أهله متفاوتون فيه عرف المسلمون في أيام من يومية شاعر من الشعراء بالكبر لأنه كان قصيرا وكان إذا أراد أن يدخل من بوابة دمشق طاعت رأسه هي لا أصل إلى الفاكو ما ذلك إلا ألف فاشتهر بالكبر من أجل ذلك لكن الواقع أن من الكبر ما هو يسير خفي كذبيب النملي في قلوب الناس وهو مقتالي للعلاج لأنه في صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال ذرة من كبر ويحتاج الإنسان إلى علاجه مطلقا سواء كان ما لديه منه كثيرا وقليلا هو مقتالي للعلاج هذا العلاج الذي هو تقليل الأصل فيه حاجة الإنسان للتشخيص أولا أن يعرف ما لديه من أمراض القلوب وأن يعرف مخاطرها وهذا التشخيص من الصعب جدا أن يتولى الإنسان معرفته بنفسه فيحتاج الإنسان إلى مرب ناصح كالعلوم كلها تإذا ردت أن تدرس أي علم من العلوم لن تأخذ مباشرة ذلك العلم من الشيخ جوجل بل تبحث عن شيخ آخر ناصح صادق وتخصص في أهل المجال تدرس عليه هذا الإلم وقد قال أبو حيان رحمه الله يظن الغمر أن الكتبة تهدي أخاف من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها عوان ضحيرت لهنا الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصلاة المستقيم وتلتبس الأمور وعليك حتى تصير أضل من توم الحكيم فتحتاج إلى من يشخص لديك ما لديك من أمراض القلوم هل لديك بخل وأنت لا تشعر به؟ هل لديك كبن وأنت لا تشعر به؟ هل لديك غضب وأنت لا تشعر به؟ هل لديك حسد وأنت لا تشعر به؟ تشخيص هذه الأمراض ومعرفة أعراضها ثم معرفة العلاج بعد ذلك والعلاج المناسب يختلفهم من إنسان إلى إنسان وهكذا فهذا تخصص تخليل إذا تجاوزنا هذه المرحلة الإنسان يحتاج إلى تحلية والتحلية في صفاته للإيمان والتقوى وهي ربعا للدرجات والمناصل فالناس متباوتون تباوتا عظيما في الإيمان والإيمان بضعا ستون شعبة وفي حديث آخر ثلاثا سبعون شعبة فعلاها قولوا لا إله إلا الله وأدناها عماطة الأذى عن الطريق وهذا الإيمان الذي شعبه كثيرا يتباوت الناس فيه فيزيد الإيمان وينقص إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى وإبراهيم قال بلى ولكن ليطبئن قلبي فإزداد الذين آمنوا إيمانا أما الذين آمنوا بزادتهم إيمانا فهذه زيادة الإيمان إما بزيادة أفراد ما تؤمن به وإما بزيادة اليقين والثبات وإما بزيادة العمل لأنه زيادة النجر والتنوير والإيمان هو نور الحقيقة والإيمان ليس مجرد القناعة كثير من الناس يظنوا أن الإيمان هو مجرد القناعة العقلية وهذه القناعة العقلية سبحان الله تتأثر بأمور أخرى لا يعلمها يمرض الإنسان فتهتز قناعاته ويسافر ويخالد قوما فتهتز قناعاته ويدخل في الأنترنت فيتابع برنامجا فتهتز قناعاته بسبب شبوهات تافية لأن الإيمان ليس القناعة العقلية إيمان نور كما قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا والمرجع فيه إلى الاختيار الإلهي وربك يخرق ما نشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ولذلك قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم أعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصلنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فهذا الإيمان نور يقضيكه الله في قلب من شاء من عباده وتتباوت درجاتهم فيه تباوتاً عظيماً جداً ولذلك انظروا إلى درجات جزائهم ستعرفون درجات إيمانهم فرق شاسع بين من هو في الفردوس الأعلى تحت عرش الرحمة في الفردوس الأعلى سق وعرش الرحمة في مجاورة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ومن هو في ربض الجنة في أنها إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة كما يتراء أهل الأرض الكوكب الذرية في السماء التباعد من هذه نحن لا ننظر إلى بعض الكواكب بيننا وبينها آلاء في السنوات الضوئية أو مئات آلاف السنوات الضوئية ببعدها من أهل الجنة يتراءون الغرفة كما يتراء أهل الأرض الكوكب الذرية في السماء يتباعد من هذه فلذلك أهل الإيمان المتفاوتون تباوتا عظيما جدا والمفروض من ذوي الهمم العالية أن تتعلق هممهم بالأعلى ولا يقتصروا على الأمهام ولذلك لابد من التحنية وأن يسعى الإنسان غاية السعي لأن يكون من المقربين وأن يكون من أولياء الله الصادقين وأن يكون من الصالحين والمصلحين وأن يكون في مرضاة الله فيجعل رضا الله وصبعينه فإذا رضي الله عنك والله لا يضرك ما فاتك وإذا سقط عليك ولم يرضى عنك فالله لا ينفعك ما سوى ذلك فلذلك لابد أن تجعل رضا الله مطلبك الحقيقي وأن تجعل العلاقة بالله قاضية على كل علاقاتك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والعنام غضاب وليت الذي بينيه وبينك عامر وبينيه وبين العالمين خراب إذا صح منك الحب فالكل هجنون وكل الذي فقد ترى بترى فنسعى جميعا إلى هدف واحد هو رضوان الله وهذا أصل التحليل والعملية التربية عملية معقدة الشاقة تحتاج إلى خبرة وهذه الخبرة تشمل جانبين في الجانب النظري والجانب التطميغي فالجانب النظري هو الذي تعرف به أمراض القلوب وأصولها أصبابها وأعراضها وعلاجها وتعرف به المقامات اليقين ومنازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستحين ويعرف به كيف يصل الإنسان إلى ذلك وما العمل الأولى في هذه المرحلة وما العمل الأولى في هذه الأخرى فأبواب الطاعات كثيرة جدا الذكر قراءة القرآن الصلاة الصدقاء العلم إلى آخرها أبواب كثيرة جدا لا حصر لها فكل مرتبة يناسبها أبواب معينة من أبواب الطاعات وهي التي تعين عليها وكل دائن أيضا من أدواء القلوب له طاعات معينة يستعان بها على علاجهم والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة فربط بين الصبر الذي هو من أعمال القلوب وبين الصلاة التي هي من أعمال البذل لأن الصلاة شاملة في كل تصرفات المساء وقال يا أيها الذين أنوا واستعينوا بالصبر والصلاة كذلك فسأطلق لكم مثالا للتربية الروحية تفهمون به تعقيدها فكل إنسان مننا مدنى له جهاز تلف وهذا الجهاز فيه ذاكرة يخزن بها رسال معلومة ويضع به شريحة اتصال وهذه الشريحة أيضا لها ذاكرة فإذا ضرب الخيارات يأتيه خيار النسخ معناه تنصف المعلومات التي في ذاكرة الشريحة إلى رأس الجهاز أو العكس هذا النسخ هو هو التربية كيف يكون ذلك؟ نحن تعلمنا في التعليم وفي الكتاتيب وفي المدارس وفي المسائل علوم كثيرة هذه علوم أين هي؟ في الذاكرة والتطبيق لها إنما يكون تابعا للعاطفة لا للذاكرة والعاطفة بالقرب هي محل البوض والمحبة فنحن نريد أن ننسخها فأنت الآن مقتنع بأن شيئا ما أمر الله به فانقله من الذاكرة إلى أن تجعل نسخة منه بالعاطفة وتجعله لمحل المحبة مقتنع أن شيئا ما حرمه الله فانقله من مجرد ذاكرة إلى أن تكون نسخة منه بالعاطفة في محل البكرهات الذي تكرهه العاطفة ولا يكون ذلك إلا بتجريد من نفسك تجعل نفسك كأنها إنسان آخر مستقل عنك وتقاسبها على الجزئيات وتراقم سلوكه هذا عملية معقدة هذه العملية معقدة فيها الدرال إذا ذهبت للشارع فسألت أي أحد مباشاك شهير بالشارع عن ختم الكذب يقول لك الحرام لكنه يفت والسبب أنه لم يتربى على تركيبها كيف يتربى على تركيبها؟ أن ننظر إلى عاطفته فالعاطفة هي التي تلي العملية التي تلي التنفيذها مباشرة ودليل ذلك أن الإنسان يفعل كثيرا من التصرفات التي لا يبتلع بنفعها بل يبتلع بضررها لكنه يحبها بعض الأحيان تجد طبيبا يضحن فتقول له كيف تشرب الدخان وأنت مفتني عنه مضرر وأنه سبب رئيس لأمراض السرطان وسبب رئيس لأمراض القرب وسبب رئيسك كيف يتربى على تركيبها؟